بالاستناد على أحكام ومقتضايات الفصول التالية من النظام الداخلي الفصل 16 و 17 و 18 و 20 و 22 فقد توصلنا بتصريح في تكوين كتلة جديدة هذه الكتلة الجديدة تتركب من السيد محمد الحامدي رئيساً للكتلة السيد محمد قحبيش نائب رئيس القتلة أما الأعضاء فهم على التوالي السيدة نجلاء بوريال السيد جمال القرقوري السيد شكر يعيش السيد شكر القستلي السيد منصف شيخ روحو السيد محمد شفيق زرقين السيد محمود البارودي والسيد مهدي بن غربية كما نعلمكم أيضاً بموجب هذه الفصول أن الكتلة الديمقراطية قد انتخبت كل من السيدة سلمة بكار رئيسة للكتلة والسيدة ريم محجوب نائبة لرئيسة الكتلة وتبقى هذه الكتلة متركبة من السادة والسيدات النواب الآتي ذكرهم السيد أحمد إبراهيم السيدة ميال جريبي السيد ربح الخرايفي السيد إياد الدهماني السيد المنجر رحوي السيد عصام الشابي السيد نجيب الشابي السيد سمير الطيب السيدة فاطمة الغربي السيد نعمان الفهري السيد محمود الماي السيد عليب الشريفة السيد كريم بو عبداللي السيد فؤاد ثامر السيدة كريمة سويد السيدة نادي الشعبان السيد قيس مختار السيدة سميرة مرعي السيد لطفي مصباح السيد محمد العربي فاضل موسى السيد عبدالقادر بن خميس السيد سليم بن عبدالسلام السيد سلوح الدين الزحاف السيد محمد نجيب كحيلة هنا نحب نقول للزميل السيد سليم عبدالسلام الرجاء سيد الكريم التأكد إلى أي كتلة تنتمي حضرتك أو إلى أي مجموعة نيابية لماذا؟